قرار مجلس نباب القاضي بإجراء الانتخابات في موعدها شريطة إعادة النازحين بدأ مستبعداً من الحكومات المحلية لعدم توفر مستلزمات العودة بينما بيّنت لجنة الإعمار في مجلس بابل أن الحكومة غير جادة بإرجاع العائلات إلى مساكنها رغم توفر الأموال الكافية لدى صندوق المناطق المحررة إلى التفاصيل استبعدت حكومة بابل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر شريطة إعادة النازحين قبل إجرائها لعدم توفر مستلزمات العودة صعب يعني أن يرجع النازحين بوقت محدود يحتاج إلى كثير من المستلزمات البنى التحتية إلى مشاريع مهمة والعائلة النازحة ليس فقط دور سكنها تحتاج إلى مستلزمات لمزاولة أعمالها والعيش يعني كأن يكون حالها حال أي عائلة مستقرة في مناطق مستقرة لجنة الإعمار في مجلس بابل بينت أن الحكومة العراقية غير جدة بإرجاع العوائل إلى سكنهم رغم توفر الأموال الكافية لدى صندوق إعمار المناطق المحررة قضية إرجاع النازحين بشكل كامل يعني تكون متعذرة في هذا بسبب في هذا الظرف بسبب عدم التزام الحكومة المركزية بإعمار المناطق المحررة رغم وجود صندوق يدعى صندوق إعمار المدن المحررة قد وضعت فيه دول مانحة أموال يعني أموال كافية لإعمار تلك المدن لكن لحد هذه اللحظة وللأسف لم نشهد أي تحرك من قبل الحكومة بشكل جديد مختصون يؤكدون أن مناطق شمال بابل لم تزل تعاني من تراجع أمني ملحوظ وأن عودة العوائل لتلك المدن يشكل خطرا عليها في الوقت الحاضر لقناة الفلوجة على الخياط محافظة بابل